ماشي اي تقصة حب كتتوج بالزواج كتنجح وماشي اي تقصة حب تعاش نقدر نسميه عليها بلي انا هو دكشي ليدات في عراح حب خاصة نعفو بلي انه هو طبيعة الانثى مشاعر وفي الاغلبية ديال وقتها كتفكر وكتقرر بالمشاعر ديالها وهاد المشاعر اذا ما خدمتش فيهم بالمنطق غالبا كتطح فخ اللي كتكون بين البداية دياله ولكن غمضات عينها عليه وهاد الشي بالطبط هو اللي غادي نشوفه في حلقة الليلة مع سالمة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا يوتيوب سلاميلي كانت معناكم تكونوا بيخلوا الاخر اموركم هنية واحوالكم طيبة اذا كنت يجدد على قناتنا نقول لكم مرحبا بكم نورتينا واذا كنت من اهل الدار كيف العذرة الدار دارك قبل ما نبدأ بغيت نقول لك اذا حتى انت ولا انت عندك قصة اللي غادي يستفد منها المستمع سواء كانت اخطأ في الماضي او لكنت قصة حب جميلة او لكن كيف حلم بعد ونجاح فما تبخلوش علينا باش انكم تشاركوها معنا فقط تواصلوا معي على الانستاغغام ديالي هادي حكايتي في الخاص عن طريق رسالة بلي انك بغيت تعود الحكاية ديالك وانا غادي نقول لكم شنو غادي تديرو باش تحكيوا لي القصة ديالكم خلي ما اتطلش عليكم اكثر ولكن قبل ما تبخلوش علي انكم تقطوا لزير الاعجاب بما تكلفكم حتى شي موجود وكيدير معي فرق كبير ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ انا سلمة كانت من الاسرة اللي كانت تكون من الخمسة ديالي البنات وولد واحد في الصغر ديالي كانوا ولي ديالي عايشين شي مشاكل اللي كانوا مخلينهم ديما في الغوات وديما في المخاصمة علما اننا كنا عايشين مزيان ووكلين مزيان وديما كيت تضربين المثل وولاد فلانا وولاد فلان لابسين زوين ولكن في لحظة كل شي غادي تقلب وولا بابا كي ضرب ماما وكان كي قمر وكي سكر وكي عيشها في عذاب نفسي لي كان كبير ماما انا ذاك ما كانش قادرة انا هتطبر ويطلق منو ومشات عن جداتي وبحكم انه ما كانش عندنا فين استقروا فاخوتاتي الكبار كل واحدة وفين كانت قلسة كان اللي كانت في الداخلية وكان اللي عند خوالاتي مفرقين اما انا واخويا صغير كنا قلسين مع ماما اللي كانت عيشة مع جداتي في واحدة العربية غادي نقرروا بسدائف هذه العربية وجميع انواع العذاب عشناها ولكن ربي فاش يكتب ليك الحفظ فارك محفوظ واخي يكون قاع جايشي حد قصد باش انه ويقتلك ما كي قدرش للك فاش كنا قلسين انا واخويا وممي عن جدة كان خاصنا نخلصوا القلاس دينا عندها مش مادين ولكن كان من الواجب دينا انا نخدمها فبما انها عندها الغنام والبقر والفلحة فاش كنا كان نخرج من دراسة كتسمعي سلمة خرجي صرحي واخا كنت نحاول انا نجي معطلة من المدرسة غير باش ما نسمعش هذه الجملة وفين كنت كنشي كنسرح في نظركم كنت نخرج مع السراحة وانا صغيرة يعني كان بامكان انه توقع ليا شحان من حاجة وماما كانت مرفوحة بالمشاكيل وما كتقدرش تقول لامي او لا الخالي لا ما تقولش ليهم سيروا يسرحوا الخوف اللي شربها بابا صافي ما قدرتش الدوي وخحتها مع عائلتها المهمولادي يديروا لك شي اللي بغيتون تومها ولكن ربي كان كيحفظ لانه كان بإمكان خوي انه يخرج شي شمكار ولا اناد تقتاصب ولكن الحمد لله بقيت بحلاكك حتى وصلت للاعدادي وما كان مدرسة انت على هذا المستوى تماما وبقيت معه راسي في ان نمشي ما نمشي ما تقبلتش في الداخلية وغادي نمشي نقص عنده واحد خليف المدينة خليل اللي كانت عنده معاناة واحد اخرى تخيلوا كنت كان نمشي من دراسة بسرورة مقطاع وصندالة وقوة البرد وحياة ما هي حياة عيشة اللي كانت في شكل حيث ببا كان كيقول لامي باللي هي تحملت المسؤولية انها تفرخكم معايا هي وتعيشكم بوحدها وقلوا لجدكم هي اللي تكون بيكم ماما صراحة انا ذاك مكان ما بيدتها شي حاجة لقراية لا صنعة وهو اللي كنا نمشي عليه ولكن فاش خلانا اي واحد عيشنا ولا وغير بخبز والزيت وقاتاي غادي نقبله عليه وغادي نسده في فامنا وغادي نحمد الله ونشكروه حيث ماشي من حقنا اننا نطلبه كثير من هذا الشيء المهم فاش مشينا عند خالي كانوا تمازوج دي الخواتاتي واحدة عنده في الدار واحدة كانت في الداخلية لمرة مرة كانت مشي وكانتشي مرت خالي ما كانش بغانا اننا نقلسوا عندها وكانت درس بزاف دي التصرفات باش انا ما نبخوش معهم ونهربوا كيف تيقولوا باش نتجروا وانا واخا كنت صغيرة كنت واعية كنت نقول صافي غير صبرية سلمة المهم خاسك تقراي وخاسك توصلي وتنقضي راسك باش انا كتعوضي مهمتك المهم قيت بحال هكا حتى وصلت للاعدادي وانا بازل عند خالي كل نهر ورزقه مرة كنجي كلقى مكلة مرة كنجي لقى مرت خالي ما خلاتلي يوالو المهم كيف تيقولوا غير عايشين وصافي مرة مرة كنت نمشي عند ماما وصلت للتانوي في الباك وكان واحد شاب خدام في قطاع خصوصي حدا التانويات دينا وكان كل مرة تخرج كي بقى كيشوفيه وانا كنت نقول بلي اناني ما نضحك مع حتى شي حد حتيش عمرني ما عرفت شي ذاكر في حياتي ولا عمرني اصلا فكرت باش اناني نخرج لشي طريق عوجة باش نعتقرها صيب من الفقر كنت واعية بلي انه هدك عمره ما كان هو الحل المهم داك الشاب بقى كل مرة مراقبني تل واحد منهار جال عندي وانا ذاك كانت في عمري بقى كان عقل 17 سنة وهو كانت عنده 26 سنة فالجدوى معي كيف تيقولو طيحني بكلامه وانا ما كنش بغى اناني نضوي معاه تنقول غادي تفلع لي المهم قناعني بالأسلوب دياله وبقناة نهضر حتى تتعلقت بيه ولات ما بينتنا علاقة ومن ذاك النهار تبت لات حياتي في ذاك الوقتها حسيت بشي حاجة زوينة جاء عوض لي ذاك الحنان لي معطاش لينا بابا والحنان ديال ماما تيضحك معايا تيواسيني وتنعوض لي كل شي وكانت خرجه مع بعضياتنا طحت فيه طحة اللي كانت خايبة وتتعلقت فيه بزاف ووقعوا لي مشاكي اللي كانوا كبار وكنت كان وقف معاه بحل شي راجل هو غادي تحول خدم في مدينة واحد اخرى ولكن بقينا على تواصل اولا هو مرة مرة كانت يجيل عندي واذا مشيت عند ختيلي مزوجة في ذاك المدينة اللي هو خدم فيها كنا كانت لقاو المهم كان معوضني بزاف ولكن قبل ما غادي تحول ذاك المدينة اخرى في نفس السنة النيت ديال باك كان جات عندي واحد البنت اللي كانت عارفاني بلي انا نيران معاه وقالت لي شوفي اسلمة راه فلان شوفته في البلاصة الفلانية وراكنك يتبع البنات المهم حضي راسك وعيلي لا مايمكنش هو رسيد ومعايا وكل دخيقة ووافي وطيقين في بعضياتنا مايمكنش يكون هادش اللي كانت قولي قالت لي لا والله القاسم حتى شوفته بعينيه وتابعوهم وباخيش ادمرتهم انا ماتيقتهاش ومعالعقلة الصغر مشيت عند واحد صاحبتي واحد اخرى بحل اختي اعطت لي كل شي وياد قولي اعرفتي شنو غادي نديرها سالمة باش نتأكدون من الهضران تعفلنا يلا نجربوه بلا ما نفكر قلت لي هواخة اعطتها نمرتو ودوات معاه على اساس بللي انا وشو حد اخرى يلي كتدوي معاه ودوخته بالكلام وطلبات منه باش انهم يطلقوا وهو يقبل بكل بساطة علما انه كان يقول لي يا بلينتي هي الانسان اللي بغيت نكمل معا حياتي وانا دوس بزاف دي البسالات في حياتي وعيت منهم وانا دابنتي يلي بغيتك انا نتقته لانه صراحة ادي اول جريبة في حياتي ومع امر ما كانت عندي علاقات سابقة ولا خرجت اصلا معاشي حد ولا احتى عرفته يعني اول واحد اعطيت معاه نيتي واي حاجة كيقولها كنت كانت هيقا حيثش عنده واحد اسلوب قناعة اللي هو خاطير واخي كونيت غالط كيعرف كيفاش يأكل الدماغ المهم فاش دارت معا صاحبتي باش انا ما يطلقى وانا صفت ليه في نفس الوقت فينك قلينا في الخدمة ولكن هو كانت يوجد باش انا ما يطلقى بصاحبتي اللي ما كانش غالط يطلقى معاه كنا دارنا ذيك الخطة اغير باش نتأكدوا من الكلام تعديك البنت عليه بقاتي صفت ليها فينك فين وصلت يا فلانا انا غاد ينصفت ليه بلين تغدار وما كاتسواش وهو غاد يقلب علي قلبه واحد الفيلم كامل وانتي يا ابو دينا كاتسنطي الكلام للبنات وانا ما كنش غاد ينطلقاها اصلا وعرفتها باللي صاحبتك وانا غادي معاك غير بالنية وقناعيني باللي انا اللي غلطت وباللي انا اللي خليته انا هو يدير ذلك الحويج وكيف قلت لكم بما انا هو اول واحد في حياتي تيقته فدخلت في اكتئاب وما بقيتش قادرة انا لنقرأ الناس كتوجد الامتحانات وانا غير ساهي وتنبكي ومرضت وستسلمت للشعور ديالي وصفت ليه سمح ليه عش غادي يقول ليه لا انا ما غاديش نسمح ليك راني بغيتك ديال بالصح وبقيتك نرغب فيه وكان بكي حتى تصالحنا المهم من بعد وقعوا لي شي مشاكل الخدمة دياله وقالوا لي بلي انه ركز وورتي شي شي حاجة وغادي يوقف معه الوقفاء اللي موقفوش معاه فيها صحابه ديال الروح وسمحوا فيه و اي حاجة كان بغاها كنت انا اللي كان ديرها ليه تخيلوا بنت طالعه في 18 سنة وكان دير هادشي كامل غادي نتدمر نفسيا وكان قول بلي انه ما شي مشكيل هو رتيب غيني وحتى انا كان بغيه وبنت الناس اصلا اذا انا ما وقفتش معاه فهذه الظروفاش كون غادي يوقف معاه وتيقولوا القرح قبل الفرح المهم ديال الوقيته كنت تعرفت على امه واخته وقالوا لي بلي هادك اراها بنت الناس اللي وقفت معاك تعرفت عليهم مره مره كان شوفهم وفتت بزاف ديال حدود اللي في المفروض انه ما كانش خاصني انا نفوتهم في المفروض انه كان خاصني نلقاه لي قولي يا لا ارا كدري شي حواج لي ما كيد داروش انا اخواتي ما كناش متخري مع بعضياتنا وديك المعاناة ديال الصغر كل شي اثرت عليه وكل شي عيش في جهة بالاسلوب ليهو مريحو وانا اصلا ما كنش قادرة باش نقول لهم ان انا اتتعرفت على واحد السيد ولا هاشنو كين حيش غدي قولوا لي يلا راكي بقا صغيرة وديها فقريت كلامة اخرى ولكن يا ريت كون سمعت هذا الكلام احسن لي من هاتش اللي غير يوقع من بعد غادي نفوت معاهم الحدود وكنت كان اخرج معاهم وكانت لقى بهم المهم من بعد كيف كنت لكم غادي يمشي المدينة واحدة اخرى اللي فيها فين غادي يخدم علما انه عمره مطلب اسمحة على الاخطاء اللي تيدير وكينسب ليه كل شي وانا غادي يبقى تبعه عافك بقى معايا وسمح ليه وكيف تيقولوا كنت مذلولة بمعنى الكلمة تخيلوا معي كانوا يجوا عندي ابنات ويقولوا لي واش كتعرفي فلان ارا كنعرفوه وكانوا كيجوا عندي الاساس انهم معاه في علاقة وفاش كنت تنحطوا في امام امر الواقع واش بالصح هاد شي تيقول لي لا وطيقتيهم وكذبتيني وهذا يعني بلي انه مكاتب غينيش وطيق لي دماغي مزيان تقول وراه بالصح هاد شي تيقول هاد خينا واش هم عرفني على خواتاته وعلى دارهم واش هما ها اصلا دوك اللي كيعرف دابا اللي تيقولوا بلي انهم هما معاه في علاقة واش عرفهم على دارهم واذا هما كانوا تعرفوه روما اللي يصقين فيه كيف تيقولوا كنت تنقل الخوفو بالاحرى كنت تنوهم راسي بشكلام غير بشكل معاه وكانت ضبابة على عيني ما بغيتش نفهمها ببساطة ما قادراش نكمل حياتي بلا بيه وتنقول هذا هو حب بحياتي ما يمكن حتى شي حد فينا يتخلى على الاخر المهم دلت الايام شديت الباك ديالي وخا ما كنت كنقرى مزيان وما شديتوش بالنقطة اللي كنت باغى وما درتش اللي بغيت بسببه هو حياتش ما كنش مركز على قريتي وكنت تنغيب المهم ما جبت نقطة مزيانة فمشيت اللافك وانا في بالي حاجة واحدة اخرى ما كنفكرش كاع في الجامعة دخلت عام الجامعة لانا نقطتي ما كنت سمحيا ديرت تاشي حاجة وما كملش ومشيت درت التكوين درت واحد ديبلوم اللي ملقيتش فيه خدمة وقلست في الدار وخورش كنخدم خدمة واحدة اخرين غير باش نضيباني راسي حتى وصلت 2021 من المورال كنفين مو بالضبط سيقول لي يا سلمة يمكن باللي انا نخصنا نجمعوا راسنا ونتزوجوا انا فرحت اختكم ما قدت هاش الفرحة وقلتها لدارنا هذه نصيحة مني وديروها حلقة في ودنكم بالنسبة للبنات لي مازال ما تزوجوت اذا الام ديالكم فرفضت لكم شي حاجة اقسم بالله بلا نقاش بلا ما تشرحوا لها تبعوها في كلامها مما صبح الله حست من الاول قلت لي اذاك السيد انا ما مرتحاش له قلت لها الاول انا هادك هو اللي بغيته منه ما نخلق قلت لي يا صافع بنتي ديري اللي بغيتي ولكن تحملي مسؤوليتك درنا العقد بالعرس وانا عندي 23 سنة قبلت قلت مسكين ما عندوش ماشي مشكيل المهم في التصافيرات ديالنا من بعد العرس بغا يدي معانا ام واخته وعاد قلنا بسم الله ارفضت ومعجبوش الحال تنفخ عليها ودوزنا ديك الاسبوع وارجعنا وبدو دارهم كيجوا عندنا كل سمانة واتحنا كمشوا عندهم انباتوا ثلاثيام يومي ولكن انا فاش كنت كن مشي لدارنا كان خاصني نمشي الصباح ونجي العشية واذا كنت اناوية انني انبات تبقى الزوج الكريم سابعني بالتليفون وقد يدير لي الطيارة حتى ندير بالنقص وقد نرجع في حالي شو يدخل معي في مرحلة الخدمة بدأت يقول يا ما تمشيش لها وحتى صحاباتك ما تمشيش لعندهم إلا بغوي يجوي عندك ولكن بالقياس لا انا خاصني بالتلحيطة خاصني الخروج خاصني بالتلجو يقول لي لي شنو بغيت خرجي حتى نخرجوا بزوج ولكن فاش كنا 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 نخرجوا كنا فقط تنخرجوا باش مشي لدارهم ونعودوا ونرجعوا للدار ذلك الاحتكاك بزاف مع عائلته كانت يولد الحساسية مابيناتنا كانت مو كتبي لي بلي انا عزيزة عندهم ولكن من بعد بدأت كتبي لي بلي راكي خديتي لينا ولدنا ذلك العقل هي قديمة راكم عارفينها وقت ما جاءت عني للدار قد قسلت لي في بيتي وما كتبغيش تخرج منه وكتزلي حتى حواجي اذا كنا خارجين واذا كنا خارجين على ثاني نزيدكم امو هي كتبغيش في الطموبيل تقول لنا مشكلة صراحة حيث من حق كل واحد فيكم ولكن فاش ما كتبغيش امو كانت كتبغيش اخطو هي كتبغيش احدها هذا شي كله صراحة نتبره شوي ولكن كنت تقول بلي انا مقدرش ندير بحلاكة وانا ننوض نخلق حساسيات ما بين اخوتي وعيالتهم المهم هم كانوا محسوسين بزاف ومن اي كلمة كنت تقولها خصهم ضروري يحللوها وانا لا تكون فيها شي نية عوجة واذا لم يأتي الشي اصبوع تبغيش يقولون لي يوات تبدلت علينا ومالك بحال هكا ومالك بختي كتبغيش تطلع علينا علما انه قبل ما يتزوج اصلا كنت يشوفهم غير مرة في الشهر مردوني هذه الحركات ديالهم وحتى دياله هو حيث من بعد بديت كنكتشف بلي ان هذا الزوج الماسون هو نارجيسي او بالاحرى من قبل ما يتزوجه هو نارجيسي ولكن انا مكنش كنش كنش نشوف هادش وقنت معلمية وقت مات تخاسمة كي نيرجع أليهم كatters و �arn ass never any وجوش من مجلس لانا اعجبتني او هادي ضربتني او لا اعجبتني او السايت ديما انا اللي كانتنا لابت الاستداع وديما هو اللي كانت من اللازع وانا هو超ومадноhair انا في الوصف في الدار حبسني على الخدمة و اي حاجة جدتني لا مزوينة و اي حاجة قدرتها لا مزوينة و المهم ما خسحت شي حاجة تشدني اذا كان هو غديل دارهم و بما انه عندي زوج صحابة صغر لي كانوا مزوجات حتى هما كان منعهم عليها بالشرط انهم يجوا عندي و لكن بالقياس و اي حاجة بغيت نديرها كبداية في مشروع بغيت نديره خاص هو كيف يشلني و يقول لي ما غديش نجحي فيه و ما غديش يصدق لك و ما وكلك سيلي بي معي بزاف و في كل شي تخيلوا معي اي حتى من اعيض ضحى و التي كان كرهم لانه في عيدي اللول بكتني اخته و بدتت تسمعني الهضرة علش نقول عييته و انني بغيت نمشي نرتاح احسيت بالحقرة و نعصي ببكاية العيدي الثاني وقعني قاشعة و ثاني و العام الثالث هي في شفر سكنها كنا نمشي نختارنا الحولي باش انني نحطكم شوية في الصورة انتع انهم اي حاجة بغوا يديروها تيديروها مجموعين اذا اخذوهم عجبها الحولي غالي ناخدو دكشي اللي عجبهم هما ما احنا يا لا هما اللي غايت تحكموا لنا فيه المهم دووزنا العيد و النهار الثالث كان خاصنا انا نمشوف حالنا غالي نجي و نطلعو للحولي دينا غالي نلقاه كلو خسر لنا لا دينا ولا ديالهم نادو ديرو القيامة بدوو تيبكيو و تيغوتو ولا احنا هادي ولا هادي انا عييت بالترك و مات و عييت منصبر على عائلته محيلة الهضرة و التصرفات ولا الحاولي اللي ضاعوا ولا الكلام هم اللي تيقولوا بلي انني كندوعليهم و اصلا حتى كون بغيت انني ندوعليهم ما عطنيش هاد الفرصة تيقولي اذا دويتي عليهم غالي ترجعي في حلق داركم لا هو تيهضر بالحق ولا هو تيدافع ولا عطني قيمة ولا حاميني منهم و ما عنديش الحق انني نتقلق منهم و خمه ما يديرو الزواج اللي كنت كنشوف واليدية عايشينه و كنت خايفة منه لانني نعيشه حتى انا لقيت راسي تاني عاود نفس القصة مع هاد السيد و اللي غادي يوقع هو انه من مور العيد الكبير مش يطلت على دارنا لان اخته غادي يجي عندنا الدار و مبغيتاش تلقاها خاوية علما انه وقت ما كانوا جايين عندنا كنت دي مكان وجد على تساع و نحط الفريقونتو ماما للخير باش ما يلقونيش غالسة غير في الكوزينة و ما عطيهم شوقس و خلحتي كاكات و النقاشات اللي توقعه تقول هانيا المهم الواجب ديالني انا نعملهم زيان هيا فش جات عندي الدار جات باش انا ادوز امتحانة و ترجع و من البعد انا غادي نرجع عند عائتي حيث غيرت اللي تعليهم فما زال ما قلسش معهم هيا فش جات و قلت ها علش ما جاشت خالتي معاك اللي هي امه قلت لي يا لارا قلست باش انا توجد العشادي الغضة باش نمشي عندها مجموعين كي خططوا غير بوحدهم و انا مفرص يوالوا قلت لي ها اه اي وصاف اذا بغيت تمشي مع اخوك هانيا حيث انا راها دير مع اخواتي ان انا نتلقى و قبل ما يسافروا ما عجبهاش الحال و قلت هالراجلي و لمها فهذا الوقت بالضبط كانت تقشعته بلي انا و كنت هذر معاشي واحدة اخرى في التليفون و معدت ركومات و الاهانة و انا و حتى شي حاجة ما كترضيه و ما تقدر حتى شي حاجة كان ديره و ما تشكرنيش فاجأت النقطة اللي غادي تفيض هالكاس مشيت لدارنا و ما تتوقش ليه و ديس بحسابوح ترجع من دارهم و رجعت و قلت لها اجنهضروا بقى منخلني و قلت لي راها تندوي معاك قال يا صافي كل شي سالا كيفاش كل واحد يشد طريقه و ركفاه ما شنو مقصودي ما نكذبش عليكم مشيت جماعة حويجي بلا هوية و مشيت لعند ختي لضرها و عشت لعذاب المرير ما تبعني مدوى معايا ما رضاني تخيلوا معايا لمدة 4 شهور ايه عائلتي تقولوا لي خلينا نتدخله و انا تقول لهم والو لا لانه اذا هو مدوش منه لرسه يحني رامت لاش باغيني دازت مدة و نتبغى نعود حياتي من اول جديد و مشيت ادويت مع بابا انا هو يعاوني باش نقراف واحد المدرسة بابا على اختمعه مع الوقت تقدت شوية و الامور ما بينتنا و ما بينو بدتك ترتاب واحد شوية المهم غادي نجبع وريقتي على اساس انه بابا غادي يعطني فلوس نمشي نقراف ذلك المدرسة شوية غادي تقلب عليها الا ما عنديش مع العلم انه عنده و شدني الحزن و بديت كامكي كأنه تجدد علي هذا الشي اللي وقع علي في الأول امرت ما بقيت تنخرج ولا تنضحك ولا تنهضر وتمقى غير سادة علي وساهية حتى عاوثاني بديت تنقول لا ما يمكنش نبقى بحلاكة و خروج تنقلب على خدمة جربت خمسة ديال خدامي و كان قلبي فيهم كيت زيار عليها و ما تنقدرش نكمل و كان نخرج قلت لها مستحيل خاصة ندبر على شي كونترا و نخرج من هذه البلاد و الا غادي نحمق اخيرا لقيت اللي ديرها ليا و جمعت كل شي و قديت كل شي ولكن حتى هذه المال كونترا تنقلب عليها و ما تلاش بغير يجاوبني و دخلني الشك هذه العكوسات إلا و من مرها شي حاجة علما انني وسط هذا الوجع كامله كنت شدة في حبل مولانا قلت اجين دير رقيا وهنا غير شافني ذاك سيد ديال الرقيا قال لي وش انتي مزوجة كنت ايه فبدأك يقرع لي و قال لي يا بنتي ركي عندك سحر الاخلاط عندك في الحوايج و التصور كنت لا يمكنش رحنا اسيدي هاش موقع لنا و ها علش الدبزنا فما يمكنش انه تكون شي حاجة لانه دكسيد ان لي انا مزوجة بيرا و هو دير بحلاكة المهم عاوتاني امرضت شكون هذي قاديني و انا مكان قادين حتى شي حد دلست عليها 4 شهور و اضخرا فيها مريضة و ابقيت في الرقيا حتى قال لي هذكرها مزيان و الليتي صافية غير دومي على صورة البقرة و صورة ياسين حتى وليت بخير نضو خواتتي و خوالاتي و رجالهم بغوا يديروا محاولات صلح اخيرا بقى عليهم هو لا رهي اللي خرجت و انا ما مجريتش عليها بقوا عليهم عالشيطان اذا كنت فعلا كتبغيها غالي نرجعهم مرا هادشي و بدلنا ندينه ولكن استنتجت و لقيت بلي انا و استيد فعلا نرجيسي بمعنى الكلمة اه بغا ندير حل الراسة و ما عنديش الخطوة باش انا ننذيرها لاناو تنحسبت اني بضميا اللي كان خطير تنمروض تنقول انا اذا سمحت فيه اغنكون ضلمام على علم انه نقاش بسيط ما بناتنات يقول ليه فيه جمعي حويش كسيري لداركم تقنع راسي بلي اناو غير في لحظات الغضب فاش كي يقول لي هادك الكلام علما انني عارفة بلي اناو مخصورش يقولها من غير المرض اذا كنت كان تقطع قدامه رامتي يحرك حتى شي ساكن انا بغا ندير حل راسي ولكن ما قادراش تنقول ما يمكنش ندير خطوة و انا مخداماش ما بغاش نرجع عند ختي للدار لا حياة عيشها كيف ما انا بغا ولا راجل اللي بغيت و قدرت معاني مستحيل معيشني كزوجة ولا احلام اللي تمنيت تتحققوا لي انا اليوم حيرا في حكايتي ما عارفة شوش نكمل وشو نوقف ما عارفة شو ندير عفاكم نصحوني هذي حكايتي وهذه هي حكاية سلمة يا سادة يا كرام من بعد ما تخليوا التعليق ديالكم كنصائح لها انا غادي نقول لها ما تنسيش الجملة اللي كنتي قلت في اول حكاية ديالك بلي انك بلي انك عندك بزاف ديالحويج اللي بغا تحققهم و بلي انك صبرتي بزاف على ايهانات و على بزاف ديالامور باش تحققوا باش توصلي لك شي اللي بغيتي نصحتي مني لك غادي تنوضي جمعي راسك غادي تديري حل راسك ما نقولك لا تلقي لما تلقيش هذا قرارتي يبقى ليك ماشي من حقي انا اللي نقوله لك ولكن اذا ما كنتش مرتاحة مع هذا الانسان ضروري و واجب عليك انك تعتقي راسك ما حدك ما زال ما لعندك وليدات فبما انه عندك فرصة في انك تخدمي خدمي اي حاجة شريفة عفيفة بدأي حياتك منزره و اخترر الزوج الصحيح اللي تقدري تكوني معاه هذا المشروع اللي هو ديالحياتك اللي تقدري تعطيه وليدات اللي هما صالحين وتعطيهم المجتمع وما تدريش نفس الغلط اللي دات مكوبك انتي دابة ما زال عندك الحق في الاختيار اختاري اليوم لغضة تلقي باللي انه مش عليك الحال وتقولي ياريي تكون بتلتحياتي عليش كتعدي براسك انتي ما كتبخيش هذا الانسان انتي تتعلقتي بهذا الانسان لانه ربما كون بباك او واليديك عطوك ذاك الحنان وعطوك بزاف ديالامور ما كنتش غدي تلحي على اول شخص ليجاك في حياتك كني بزاف ديالولاد الناس تنال قدر ديالك و القضاء ديالك انهم يعطيك شي حاجة اللي هي مزيانة ماشي ضروري انك تزوجي بس تسمي تزوجتي ولا باش تسمي بلي عندك واحد الزوج لي هو غير زوج انتي محتاجة لي قدرك ليهتم بك لي ماشي يعوضك وانما يعطيك شي حويج لي انتي ما عشتهمش وتبارك الله عليك شفت الصورة ديالك ما شاء الله اي من الجمال اي واحد يتمنىك حاولي انك تراجعي تفكير ديالك في هذه القضية والله يسترليك الامور ديالك هذا كان رأيي شخصي ما عاشوش غي يعيش بك ولا لا ولكن كنتمنى من المتابعين انهم يا اما يقيدوني او لا يقولوا لي يلا را ما عندكش صح المهم انخليكم توماد اقولوا لي هات تعليق ديالكم دمتم في رعاية الله وحفظة نتلقوا ربما بعد غضاء ان شاء الله في حكاية جديدة وعبرة جديدة ما تنسوش انكم تقطعوا الى زر اي جاء بلوم تكلفكم حتى شي مجهود سلام سلام